السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله المركب الذي سيستلم خلال الاسابيع القادمة ان شاء الله وهو قدر قلوب اللي رح يكون جاهز خلال الاسابيع القادمة لاستقبال ضيوف الجزائر خلال الالعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينة وهران ان شاء الله اما المسبح الانبي فقد تم الانتهاء منه وسيخصص لمنافسات كرة الماء هذا القطب الرياضي الذي يعرف حاليا نسبة تقدم اشغال بتسعين بالمئة حاليا القاعة المتعة الرياضات جاهزة بئة بالمئة المسبح الاولمبي جاهز مئة بالمئة ملعب العاب القوى نسبة اشغال تسعين بالمئة ملعب كرة القدم ليرانا متوجدين فيه حاليا بقي فيه الانارة والشاشة العملاقة ان شاء الله ان شاء الله رح نكونوا في الموعد لاحتضان العاب البحر ابيض المتوسط ان شاء الله يأتي هذا التقدم في الانجاز بالموازات وقرب تجهيز الملاعب المخصصة للتدريبات والتي ستسلم شهر مارس المقبل اشتركوا في القناة